موسيقى موسيقى مقطع جميل تابعوا الثرفية كثيراً يتحدث فيها عن أحد شيوخ جماعة الدعوة والتبليغ بارك الله فيهم اسم محمد الجهاني ليبي أيضاً قصة عجب يا أخواني ويقول الشيخ محمد الجهاني حياً يرزق استضيفوه واسألوه قال وله قصص كثير عجيبة قال كنت عنده مرة في البيت وهو أخبرني بهذه القصة ما اسمه القصة؟ أحدثوا بها أهليكم تزيد الإيمان يا أخواني فعلاً ولها علاقة بالدعاء يقول الشيخ محمد بارك الله في عمره وختم له بأحسن خاتمة ولنا جميعاً يا ربي يقول تزوجت ومرت علي سنون ولم ونجب لن يرزقني إلا الولد ليس معروف منه من زوجته هو متوقع عليه مخذات دعوة وهو يعمل مترجماً من الإنجليزية العربية وبالعكس في مستشفى مشهور جداً هو مستشفى الشيخ زايد في لندن رحمه الله على الشيخ زايد هذا الرجل أينما تذهب سبحان الله ترى ترى أثار بره وخيره الذي قدمه لنفسه ويقول الأمة كل مكان زايد مشروع زايد باستشفى زايد ما غريب؟ يا ريتم أعظم حكام ليكونوا زايد أو كل حكام ليكونوا زايد خير في كل مكان يبث الخير ويعمل كان الخير رحمة الله على الشيخ زايد فالمهم هو يترجم الشيخ محمد الجهاني هذا من جماعة الدعوة والتبليغ فجاءت في يوم الأيام أم حماته يعني أم زوجته إلى زيارتهم فاتشت ابنتها سنون قويلة مرت ولم ترزقوا بالأولاد يعني لابد أن تكشفوا قالت الشيخ قالت ألحني أنت ألحط عليها فتكلمت مع زوجها الشيخ محمد فقال على بركة الله ما هو يشتغل في المستشفى مستشفى راقي جداً من أرقم مستشفى المملك المنتحية فذهب إلى طبيب معدود عالمياً في هذا الباب في العقم عالمي على مستوى عالمي وليس على مستوى المملك المتحدة ويعرفوا ترجم دائماً هو ويعرفوه فذهب إلى أجر الفحوصات كلها ثم موعد قال له يا أستاذ محمد أنت ميت أولاد ما فيه مستحيل زيره ميت لا يمكن أن ترزق الأولاد فأخذته الحمية الإيمانية ليس عشان نفسه قالوا على كل حال يا دكتور لست أنت من يقرر شوف اتخاب الله في رب يا أخي قال له أم من يجيب المضطر في رب هذا شوف قوة إيمان المؤمنين بفضل الله هذا جمال الإسلامي أخي ثقة عجيبة بالله عنه قالوا لست أنت محترامي من يقرر هناك رب للعالمين هو الذي يقرر قال له أنت وذاك أنا أعكيت لك طبياً أنا عالم في الطب ما فيه قال له ميت قال له ميت فذهب الشيخ محمد بارك الله فيه مباشرة قطع تذكرة حجز عمره قال ذهبت شيء مؤثر يا أخي ذكي رجل لبيب سبحان الله ما هو ربنا إذا بده استجيب لعبده يلهمه ما يستجيب له به ومعه حتى الدعوة كيف تكون الله يلهمك إياه من رحمة الله فذهب إلى العمر الشيخ محمد الجهاني بارك الله فيه قال وتحين فرصة في جوف الليل في السحر أقرب ما يكون الربط من عباده في جوف الليل في السحر ثلث الأخير قال قال وصليت وفي السجود ومكت قرابة ساعة في السجود لم ترقأ له دمعة لم تنقطع دمعته بكاء بكاء وخاطب ربه والله ألهمه إياه قال له يا رب قال كنت خطبه بالليبية وهذا أحسن أفضل خاطب الله بلغتك العادية تحاول تفجع وتكلف تفلسفة لا تلحن تكلم بلغتك العادية العامية أي أن كان والإنجليزي بالإنجليزية والإنجليزية بأي لغة قال قد له يا رب أنت تعلم لو جاءني أحد في بيتي ضيفاً وطلب إلي قضاء حاجته وعزتك كنت أقضيها له ولن يخرج من بيتي حتى عارف حالو كريمه ما شاء الله عليه حتى أقضيها ولا حتى أقضيها لا وأنا جئتك في بيتك وأنا يا ربي أريد الولد أريد الولد يا الله وأنت أكرم الأكرمين وأمرك بين الكاف والنون قال له أنا أحبط فخير قال له أنا عندي حاجة ومع ذلك أنت تعرف وأنا أعرف من نفسي لو قصدني أحد في شيء لا يمكن أن يعود صفر اليدين خائباً يستحي قال له وأنت أكرم الأكرمين والأمر لا يكلفك شيء أنت أمرك بين الكاف والنون أريد الولد يا الله قال ثم سري عني ورأيت مثل بركة صغيرة من الدموع شيء لا يصدقك عندك بيت ما؟ يعني إبريق ماء ثم أعتقال بعد شهر ذهب زوجتي للفحص حامل والله العظيم حامل قال رزقته لا أدري على الترتيب طبعاً رزقته بثلاثة أبناء ذكور ما أدري الأول عبد الرحمن والعبد الله بس لأرجح أن أكون عبد الله عشان الإسم الأعظم عبد الله بعد سنة تقريباً بينهما سنة عبد الرحمن قال تذكرت البروفيسور هذا أخذتهما معي وذهبت إلي دكتور مرحباً قال مرحباً تذكرني قال له كيف أذكرك؟ أنت المترجم أذكرك جيداً قال له هذا عبد الله بايسن وهذا عبد الله برضو مايسن ابني كيف؟ قال له كيف ما كيف أكيد أخبره رحت إلى مكة عند بيت الله ودعيت وطلت منه وعطاني قال له في شهر البروفيسور هذا لم يكن يصدق البروفيسور هذا قال لك بعد ذلك ربما إلى اليوم كان إذا أتاه رجل أو امرأة وما فيش أولاد عاقر وعقيم يقول لهما أو يقول المهم للمريض شوف هذا الطب ولكن لدينا رجل متدين محمد الجهاني عنده أنباء أخرى اسألوا رجل ذكي أيضاً عصيف قال له من ناحية طبية هذا هو صفر ما فيش إمكانية تخلف أو تخلف ولكن عندنا رجل دين عندهم قسيس رجل دين هو هذا الليبي المترجم عنده أنباء أخرى وضع عنده مختلف تماماً يعني هذا على رأسه له شيخ محمد الجهاني بارك الله فيه وكثر الله في الأمم من أمثاله هذا الدعية الطيب صادق البسيط يقول في يوم من الأيام وأنا في المستشفى وترجم وترجم كل يوم ثمان ساعات وكثر قال فرأيت أسرة كويتية الناس عليهم هيك سماء العز وأب وأم معهم ابنهم في بكاء مر يقطع القلب كأنه مات لهم أحد يبكون بكاء عجيباً في الممارة في الكردور السلام عليكم يا أخواني وعليكم السلام ما هناك أخبرة قالوا نحن عائلة من الكويت وهذا ابنا وعنده سرطان وجئنا إلى هنا أخبرونا بالإجماع كون سلط طبه قالوا في الأيام الأخيرة المعدودة له في إمكانية لا كيمياء ولا غير كيمياء وإنتهى هذا منتهن قال فصحت بهم عنده تجربة ليسوا هم من يقررون عنده صادق وصار عنده قوة الله قال لهم رب العالمين من يقرر الآن 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 قال له ما الآن؟ قال احجزوا عمرا إلى مكة وأكيد بالحريق أخبرهم بقصتي عشان يعزز ثقتهم بالله أنا قال لهم صار معي هيك ما هو هم اللي يقرره في رب لا إله إلا هو الآن قال يبدو أنهم فعلوا لم أسمع عنهم خبرا بعد ستة أشهر طبعا أخذوا رقم وكل شيء لهاتف برن قالوا قال له يا شيخ محمد أنا فلان الفلاني قال فرح لا توصف والله قال له إذا أردت أسعى لك في الجنسية وسأحصله لك الجنسية الكواتية ولك فيلا كاملة هدية مني قال له يا أخي ما فيه؟ ما لك أنا أنا عايش هناك هذا قال له جنسية وفيلا كاملة يعني تكلفت لهم ثلاثة أربعة مليون دولار فيلا هذه هدية عائلة واضح أنها ميسورة وكبيرة يعني قال له الآن ستة أشهر ابننا ليس فيه شيء فعلنا مثلما أمرتنا ذهبنا إلى العمرة ودعونا يتراجع يتراجع قال له الآن ليس فيه شيء أريد أن أحكيه قصة الآن شعر لها بذني والله حكيتها مرة واحدة عن إمامنا الشيخ الشعراوي المفسر العظيم اللوذع العبقري ولي الله صاحب السر والكشف والفتوح الشيخ الشعراوي وهو الشعراوي ليس أي واحد يعني يحكي يا أخي شوفه بعد التواوضع ربانيته سجلها عن نفسه يقول لك هذه آية عشان فهمنا مهما ارتقيت أنت فيه مراقئي ومصاعد العلم لولا النور الإلهي والتوفيق الإلهي يبزك واحد أمي واحد درويش واحد جاء من الشارع لكن بنور إلهي هو درويش وأمي ولكن عنده نور إلهي أكثر منك ولو جزئيا حكي قصة لا تكت تصدق قال أنا كنت مرة لما جعل آية مسلت الزخرة وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله قال هذه هي قصة الشيخ الشعروي رحمة الله عليه حكيها في ثلاث دقائق ما شاء الله علي من غيبها قال في الستنيات أنا كنت في المسجد الأحمد ويحب يزول أولياء ما شاء الله الشيخ الشعروي في طنطب أحمد البدوي كنت في المسجد الأحمد وقدس الله سر سيدنا أحمد البدوي وقال وجاء الشيخ محمود شلتوت ووقتها كان هو شيخ الأزهر شيخ الأزهر شلتوت علامة كبيرة ليس علامة كبيرة أجد له غباب من أذكياء العلماء قال جاء الشيخ الإمام الأكبر محمود شلتوت رحمة الله عليه رحمة الله قال جاء على طنطة طبعاً ما تريد أن يزور المسجد صلي فيه تبرك فجاء فالتقى بمين؟ الشيخ الشعراوي فسر الكبير المشكور ما شاء الله قال وإذا نحن كذلك جاء واحد أستاذ تفسير أستاذ أكاديمي هو اسمه سيدنا وقال يبدو نكمل الصالحين وعالم كبير قال اسمه سيدنا الشيخ أبو العنين رحمة الله قال هو توفي أبو العنين أجد فقال له الحمد لله يا شيخنا لميلا الأم الأكبر لشيخ التوت أني وجدتك بالأمس وإحنا في درس التفسير ثارت مشكلة لم نجد لها أو منها مخرجاً قال له تفضل الله المستعد قال له وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله والقاعدة أن الإسم إذا كرر منكراً أفاد التعدد فإن مع العسر يسرى إن مع العسر العسر نفسه لأنه معرف فعسر واحد إن مع العسر هذا العسر إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى ما هو النبي قال؟ النبي قال ولن يغلب عسر يسرين كيف من النبي؟ أفصح من النبي خبضات لأنه اليسر منكر المصحيح فتعدد صار عندنا يسران ضد العسر يغلبه وهنا تقول لي إله إله إذاً صار لدينا إلهاً كيف الورطة هذه؟ القرآن فيه ورطة هنا عقدية فإيش أفاد مولانا الشيخ شلتوت قدّس الله روحه؟ قال ما أنت عارف؟ ما هم قالوا؟ مثل كلامي إليك في الأول القاعدة أغلبية عندها استثناءات كل قاعدة عندها استثناءات أغلبية شيخ شعراوي الآن عندما يحصل القصة ليس مقطنع قال لك ما هم قالوا كذا لكي يفوتوا هذه أن هذه هبّلتهم فقالت القاعدة أغلبية لا، ليس أغلبية ومنطبق على الآية طبعاً عضلت بهم لشلتوت عرف للشعراوي عرف لأبو العنين نفسه من المبارع مسكين متورط فيها أستاذ تفسير قال وبينا نحن كذلك اتدخل رجل من باب المسجد حاسر الرأس معه عصى وما يعمل كده هيك أغلب الشعراوي يعني واضح أنه مجذوب ومباشرة قال والله إخي شيء يبكي وقسم بالله يعني أننا ذكرناها في الخطبة أيضاً علاقة بموضوع الخطبة هذا هو الزكاة النفوس الزأكي الفتح الرباني قال والله ويحلف شيخنا الشعراوي وقدس الله وسره قال والله ما عرفناه قبله ولا عرفناه بعد دخل هيك وتوجه إلينا يا علماء يا علماء يقولهم هيك يا علماء يا علماء انتوا نسيتوا الاسم الموصول قال الشيخ الشعراوي والله أقصى مرة ثانية جلسنا تقدر تقول يأتي كده نصف ساعة لم يتكلم أحد الكلمة من الدهشة الدهشة عقدت ألف سنة العلماء الكبار الصالحين شلتوت وسيدنا أبو العينين وسيدنا الشعراوي يا الله من هذا؟ وخرج من هذا؟ كيف أعرف ما نخوض فيه؟ وكيف أعطانا الحل هيك؟ هيك انتم مش عارفين حاجة قالهم مبادئ النحو اللي تعلمتوه وانتم صغار مع الأجرمية انستوها الحيني قال لك المعارف وطبعاً في رؤوس المعارف الأسماء الوصولة أنت لما تقول لك أتاني الذي تعلم قصة الذي أتاك الذي للمعرفة المعرفة واضح فمعناها تصبح وهو الذي إذن هو معرفة وتصبح إله وإله صلة ماذا؟ الموصول فلا تتعدد أنت الحين لو قلت مثلاً لو قلت الله رحيم وعظيم وكريم يعني تصبح هناك أكثر من إله وكل واحد عنده أي صفة؟ كل هذه صفات لموصوف واحد وعلى ما الصحيح لموصوف واحد لا تتعدد حلّلهم إياها هذا الأساتة هذا الكبار الثلاثة لو إلي إليك نقول نحن أحباب الله غلابة ماذا نحن في العلم؟ لكن لشدود والشعراوي وأستاذ التفسير أبو العنين والشعراوي يقول لك سيدنا أبو العنين سيدنا الشيخ أبو العنين علم كبير خلص الله هنا سد ولذلك ما يفتح الله للناس من الرحمة معنى هالباب مفتوح يا أخواني صح؟ اللي بيشهجعوا كده الباب مفتوح إلي وإلك وإلك وإلنا مفتوح شمّروا هل من المشمّر؟ شمّروا واستعدوا بالصدق بالإخلاص بالعبادة بالذكر بالسهر بالقيام بالبعد عن المعاصي كلها وخاصة بواطنها بواطن المعاصي وكل الظوهر واستعد بالله وخليك مستعد فأي لحظة تموت أهلاً وسهلاً بالموت أهلاً بالقاء الله